الصحفيون في اليمن بين قتلى وجرحى يسقطون وخلف القضبان وفي المنافي أيضا ولا تزال معاناتهم مستمرة جراء الحرب في المخا غرب تعز استشهد المصور الصحفي زياد الشرعبي في عملية إرهابية استهدفته مع خمسة مدنيين وأكثر من ثلاثين جريحا بينهم الصحفي فيصل الذبحاني تتزايد المخاطر المحدقة ببيئة العمل الصحفي حسب نقابة الصحفيين التي أدانت الحادثة في بيان أكدت فيه أن الأعمال العدائية ضد صحفيين جرائم حرب لن تسقط بالتقادم تتواصل الانتهاكات ضد صحفيين وتتسع دائرتها ففي الوقت الذي يقبع نحو ثمانية عشر صحفيا في سجون ميليشيا الحوثي التي رحل من مناطق سيطرتها معظم الصحفيين ترتكب انتهاكات ومضايقات ضد صحفيين في المناطق المحررة أيضا اعتقالات وتهديدات واغتيالات وإغلاق مؤسسات إعلامية تقف خلفها تشكيلات عسكرية وأمنية مختلفة مدعومة معظمها من الإمارات بعد شهرين من اعتقاله أفرج في المكلة عن الصحفي صبري بن مخاشر وقالت نقابة الصحفيين أن الدواء منعا عن بن مخاشر وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي ولم يفرج عنه إلا بضمانة محافظ حضر موت تتضمن توقفه عن الكتابة وضمانة للنيابة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب صورة من صور الترهيب والانتهاكات الصارخة ضد صحفيين ومصادرة لحرية الرأي والتعبير واستخدام سيء لورقة الإرهاب ضد الآراء المخالفة لتوجه السلطات الحكومية أو تشكيلات الأمر الواقع